خسارة معركة لا تعني خسارة الحرب كان هذا فحوى خطاب قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان بعد أيام من سيطرة قوات دعم السريع على مدينة سانجل استراتيجية في انتكاسة جديدة لقواته التي فقدت عددا من مقارها في دارفور والجزيرة والخرطوم وكردفان البرهان أكد أنه لن يخضع الابتزاز للتفاوض بشكل يسلب هيبة وإرادة القوات المسلحة على حد تعبيره في تصريح قرأه البعض على أنه تلميح لقبول التفاوض بعد أن كان ذلك المصطلح غائبا تماما عن خطاباته هذا التفاوض بهذه الطريقة مستمر من مدة لكن أنا أعتقد أن الخطاب الذي يدلي به البرهان خاصة أمام الجنود فيه درجة من الحماس ورفع الروح المعنوية أكثر من الحقائق التي ترتبط بعد ذلك بالقرار السياسي والسيادي حول التفاوض والصبع صدر منه قبل ذلك عدة تصريحات أحيانا بصورة قوية جدا تحمل لآت حاسمة ضد التفاوض لكن ثبت بعد ذلك أنه في اللحظة التي نطق بتلك اللآت كان يتفاوض خلف الكواليس كما حدث في شهر يناير الماضي عندما كان يتفاوض في العاصمة البحرينية المنامة بينما كان يتشدد في خطابه تجاه التفاوض أما على الجانب الإنساني فقد أعلنت الأمم المتحدة نزوح 136 ألف شخص من ولاية سينار منذ اندلاع المعارك فيها يضاف إلى أكثر من عشرة ملايين نازح ولاجئ سوداني منذ اندلاع الحرب في دولة تنهار كل مفاصلها من دون أفق لانتهاء الأزمة أنا أعتقد أن الاتجاه الآخر هو الذي يحسم هذا الأمر يحسم أمر التفاوض وهو وضع الدولة نفسها الدولة الآن في محك هي دولة منهارة اقتصاديا دولة الآن فارغة تماما من كل المؤسسات توقفت فيها كل العمليات الحيوية التي تؤكد أنها دولة على قيد الحياة ليس هناك تعليم الأطفال في البيوت منذ عامين تقريبا هذا المؤشر الأخطر الذي يتعلق بحيوية الدولة ومدى قدرته على التماسك والاستمرار كدولة فأنا أعتقد الآن المؤشر في هذه الزاوية ضغط جدا للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب بصورة متوافقة عليها ومتراضة حتى يمكن بعد ذلك الانطلاق في إعادة بناء هياكل الدولة واستعادة الوضع الطبيعي للدولة تبقى الأمال معلقة على جهود والوسطات الإقليمية المتتالية لإنهاء الحرب والتي لم تنجح بعد في جمع جنراليها على طاولة مفاوضات تخمد صوت البرود أسانف نقاش معك أو أبدأه معك أستاذ فايز السلي كيف استقبلت أولا تصريحات البرهان الأخيرة بعد سقوط سنجة تحت سيطرة الدعم السريع وهل تعكس أو يعكس ذلك إشارات للتفاوض تحت وطأة تطورات الميدانية مؤخرا مساء الخير عليك أستاذ مكي أهلا مساء الخير على كل مشاهدي قناة الشرب ومساء الخير على الدكتور خالد التياني خطابات البرهان لا تختلف منذ أن بدأت هذه الحرب هي ذات الخطابات في ظاهرها خطابات عدمية صفرية تريد التصعيد للحرب دائما لأنه يخاطب قوات أو وحدات من وحدات الجيش ربما لرفع المعنويات إضافة إلى إرسال خطابات داخلية لمن يحاصرون البرهان داخل الجيش وأقصد على وجه التحديد الحركة الإسلامية والضباط الإسلاميين داخل الجيش الذين لا يريدون أي تفاوض ولا يريدون أي نهاية لهذه الحرب ظن منهم أنهم سينتصرون نصرا ساحقا وهذا الحديث يتسلل من بين مفردات البرهان عندما يتحدث بأنه لا مكان لهم هنا أو إما نحن إما هم هذا خطاب عدمي خطاب عبثي خطاب صفري وكأنه يكرر أنشودة الإسلاميين فلترق منهم دماء أو منا دماء أو ترق كل الدماء بمعنى أنه لا يريد أن يتعايش مع الآخر لا يريد أن يتفاوض مع الآخر وإن أشار بإشارات خجولة بأنه لا يتفاوض إلا ويبقى هيبة وعزة القوات المسلحة لذلك أقول بأن البرهان يوجه خطاباته داخليا أكثر منه خارجيا إضافة إلى هناك أيضا رسائل إلى الاتحاد الأفريقي أو بعض الدول الأفريقية على وجه التحديد التي ساءت علاقتها مع البرهان منذ بداية هذه الحرب ويريد أن يقول لهم أبعد عن الدعم السريع هؤلاء مرتزقة هؤلاء مدعومون من الخارج وهذه هي الرسائل التي ظل البرهان يرددها ولا يوجد أي تطور في خطاب البرهان منذ بداية الحرب إن كان شيء بسيط من الواقعية هي أنه تحدث عن يمكن أن تنتصر يوما وتخسر يوما دعنا ندوسع في رأيك فيما بعد اتضح الموقف حتى الساعدة عن يذهب لأستاذ خالد التجاني النور في الجهة المقابلة تحدث البرهان عن هيبة القوات المسلحة وأنه لن يذهب للتفاوض إلا بعزة هل تبدو تلك شروط التفاوض التي ذكرها قائد الجيش هل تبدو متماشية مع التطورات الميدانية حسب ما تقرأ أهلاً ومرحبا أستاذ مكي وأهلاً أستاذ فائز بالمشاهدين يجب حقيقة أن نضع الأمور في سياقها الموضوعي والحقيقي الحديث عن أن البرهان يرفض مطلقاً أو في الحقيقة الحكومة السودانية ترفض مطلقاً التفاوض هذا ليس صحيحاً الحكومة السودانية ذهبت إلى التفاوض في جدة منذ الأسبوعين الأولين بعد اندلاع هذا الحرب وهذا التفاوض نتج عنه ما يعرف باتفاق حماية المدنيين والعمليات الإنسانية في جدة الموقع في 11 مايو 2023 وكذلك كان التفاوض آخر نتج عنه اتفاق 20 مايو 2023 وكان هناك أيضاً تفاوض في نوفمبر عن العمليات الإنسانية وأيضاً كان هناك اتفاق أن يكون هناك لقاء بين البرهان وحميتي في أديس أبابا في 28 ديسمبر الماضي ما حدث هو أن حميتي والذي تغيب عن ذلك الاجتماع وقال التحاد الأفريغي أنه لأسباب فنية وظهر في دول أخرى في التالي الحديث عن أن هناك رفض هذا ليس صحيحاً ما يقوله الجيش بعيداً عن الخطابات التي تبدو كذلك دون أغزها في السياق الكامل هو بوضوح شديد أن هناك اتفاق فيها لا جدة هذا الاتفاق قائم على استحقاقات القانون الإنسان الدولي وقانونه هو الإنسان وهناك استراطات محددة جداً في هذه الاتفاق لحماية المدنيين وبالتالي ما حدث هو أن هذا الاتفاق لم ينفذ وأن القائمين على يعني البيئة المتحدة الأمريكية لاحقاً انسحبت حتى من هذه في لحظة مثل ما من هذا التفاوض وبالتالي كل ما يطلبه الجيش هو أن يكون هناك بناء على ما تم الاتفاق عليه أما الزهاب إغفال ما تم الاتفاق عليه مسبقاً ثم الزهاب إلى التفاوض آخر دون الرجوع إلى هذه المرجعية هذا لا معنى له وبالتالي يتكلم بصورة موضوعية جداً هناك اتفاق علينا أن ننفذ هذا الاتفاق ثم ننطلق للنقطة التي تليه ولكن أن يتعجيها الدعم السريع هذا الاتفاق ثم لا يسأل من قبل الوسطاء على تجاهل لهذا الاتفاق فما هو المعنى للذهاب إلى اتفاق آخر وما هي الضمان لأن يتم توقيع الاتزام بهذا الاتفاق وبالتالي قضية واضحة جداً هناك يجب أن يكون هناك التزام بما تم الاتفاق عليه من أول سلاسة أسابيع للحرب هذا الاتفاق إذا تم الاتزام به سيكون هناك إمكانية موضوعية للانتقال إلى مربع آخر ولكن دون تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً لا يكون هناك معنى للذهاب إلى أي تفاوط آخر سينتج اتفاقاً غد لا يطبق أيضاً يعني المهم التنفيذ وليس مراكمة الاتفاق حسب ما تقول وإذا فهمتك جيداً نعم أعود إليك أستاذ فايزة سليك عضو مجلس السيادة السوداني الفريق إبراهيم جابر قال للشرق إن المجلس يجري مشاورات الاختيار رئيس وزراء مدني وحكومة جديدة وإنهم يعملون على إجراء بعض التعديلات على وثيقة 2019 الدستورية كيف تجد مثل هذه الخطوات أنت وتصريحات أيضاً هذه خطوات لا يدوى لها ولا فائدة نعم هناك فراغ دستوري ولا توجد حكومة هذا معروف منذ أن شارك البرهان وحميتي في انقلابهما ضد الحكومة المدنية برئاسة الدكتور حمدوك منذ تلك الفترة فشل البرهان في تشكيل حكومة فشل في تشكيل مجلس تشريعي فشل في تشكيل حتى مجلس سيادي وانتهى المجلس السيادي إلى خمسة عساكر أو ستة هو مالك عقار وأربع من قادة الجيش أصلاً لذلك لا جدوى من الحديث حالياً عن الحكومة الجدوى الأفضل هي الحديث عن السلام لأن الحكومة حالياً ماذا تعني لك حكومة وأنت لا تسيطر على 70% من مساحة بلدك البرهان الآن يسيطر فقط بشكل كامل في مناطق لا توجد فيها حرب على 30% في هذا المستوى ولاية القضارف ولاية كسلة ولاية البحر الأحمر نهر النيل والشمالية إضافة إلى ولاية النيل الأزرق والنيل الأزرق هي قريبة والقطارف أيضاً هي قريبة من هذه المعارك الدعم السريع يسيطر على سبع ولايات أيضاً سيطرة كاملة ولكن ما تبقى كله لا يقع تحت سيطرة أي طرف من الأطراف يتقاسمان هذا أو يزيد هذا في ولاية من الولايات الأخرى بمعنى أن السيطرة الكاملة للبرهان لا تتعدى 30% يجب أن نتجاوز هذه المرحلة حكومة لا تتجاوز 30% ماذا تفعل بها هو الدولة نفسها الآن في حالة نهيار يجب أن نتحدث عن إنقاذ الدولة وليس عن تشكيل الحكومة يجب أن نتحدث عن السلام عن وقف هذه الحرب بعد ذلك أن يأتي مسألة تشكيل حكومة أو غيرها إضافة إلى الخطورة في هذه الخطوة بأنها ستدفع الطرف الآخر أو قوات الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية وبالتالي يتشكل مشهد طرابلس أو مشهد ليبيا ويكون في السودان في الغرب وفي الشرق وغيرها وبالتأكيد بأن قوات الدعم السريع إذا سيطرت على مدينة الفاشر ربما تسبق البرهان في تشكيل حكومة وتزيد الأمر تعقيدا البحث عن الشرعية لا يتم بمثل هذه الطريقة غير المسؤولة سواء كان من هنا أو هناك كل هذه المسائل التي يريدون بها أن يلهو الشارع أو أن ترسل رسائل إلى بعض العلفاء بعض الحواضن السياسية للجيش مثلا البرهان يريد أن يرسل لهم رسائل وأنا أسميه الأمل البعيد بمعنى أنه يعطي هذا أملا بأنه سيأتي وزير وذلك يعطيه أملا بأنه سيأتي الرئيس وزراء وهؤلاء يعطيه أملا بأن الشرق مثلا سيكون ممثلا في الحكومة القادمة ولكن لا أعتقد بأنه سيشكل هذه الحكومة وإنما يبقى بيعا للأمل فقط نعم أشكرك على الاختزال أمضي الأستاذ خالد التجاني نور في المقابلة ذاتها للشرق مع الفريق إبراهيم جابر نفى وجود مجاع في السودان وألقى باللوم على منع الدعم السريع للمساعدات الإنسانية هل يمكن برأيك أن يتحمل طرف واحد اللوم في علاقة الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان فقط تعليق السريع لأن البرهان الآن هو الرئيس الشرعي السوداني معترف به من قبل المتحدة لديه سفير يخاطب ميسا الأمن بصورة دورية كل هذا الإغليم كله يعترف في ذلك ليس هناك مشكلة شرعية للحكومة السودانية سواء كان دوليا أو إغليميا الجميع ليكون هناك حكومة يمكن نسميها حكومة أمر واغع وهي حكومة معترفة بها وبالتالي تشكيل أي حكومة هذه منذ الإدارية ليست إلا هي ليست بحكومة سياسية ومعرف أن أي تشكيل حكومة هي يجب أن تكون نتيجة لحوار سياسي يعني سيطرتها على 30% فقط كما ذكر أستاذ السليك لا تؤثر على هذه الحكومة هذا لا 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 أدري من أين أتى الأخفائز بهذه النسبة إذا كان الدعم السريعي يسيطر على 70% فلماذا لا ينحي حكومته هل يخشى على وحدة السودان مثلا بالتأكيد هذا كلام غير صحيح لأسف أعتقد أن هذا كلام يطلقه على عواهنه ليس هناك حديث تحدث عن سبع ولايات أو أكثر من هذا غير صحيح بالتأكيد أن هناك سيطرة على 30% فقط فلماذا تعترف الأمم المتحدة برئيس وسيطرة على 30% فقط لماذا لا يأتي بالطرف الآخر ويعتبره أيضا على صاحب شرعية هذا أعتقد أن هذا جيد هذا بالنسبة للتعليق ماذا عن سؤالي فيما يتعلق بسؤالك أعتقد الحديث عن مجاعة في السودان واضحا أو حتى الآن لم تصدر الأمم المتحدة بصورة رسمية أن هناك مجاعة في السودان هناك ليات محددة ويبغ برتوقات في الأمم المتحدة تمر بخمسة مراحل حتى الحديث عن الإقاسة هنا عن المجاعة هناك نقص في الغذاء صحيح ليس في كل السودان في بعض مناطق السودان هناك إشكال آخر متعلق ليس بتوفير الغذاء ولكن الغذاء الشرائية على شراء الغذاء ولكن السؤال الأساسي المجتمع الدولي في 7 فبراير الماضي أطلقت الأمم المتحدة نداء بجمع 4.1 مليار دولار للعملية الإنسانية في السودان وغيب مؤتمر دولي إنساني في باريس في 15 أبريل شخصيا كنت أحضر ذلك المؤتمر وخرج الرئيس ماكرو متعهد بأن المجتمع الدولي سيدفع 2 مليار دولار وهو تقريبا 50% من الاحتياجات الآن بعد ثلاثة أشهر على هذا المؤتمر لم يفي المنانحون سوى بـ 6% فقط من التعهدات في ذلك المؤتمر وهذا حديث سيدة بندكت سلابي الممثل المغيم لأمين المتحدة في السودان وبالتالي الإشكال الحقيقي الآن لا يتعلق بأن هناك إبكانية وصول وإنما هناك نخص واضح جدا مريع في التمويل ولأضرب لك مثلا إذا كان هناك إشكال متعلق بالوصول الآمن أو الممرات أو غيرها هناك أكثر من 2 مليون لاجئ في تشاد مثلا وبعض الدول الأخرى الآن اللاجئون السودانيين في تشاد يعانون معاناة عظيمة نتيجة لأن الأمم المتحدة عاجزة عن توفير المال الكافي لإغاثتهم رغبا أنه لا يوجد هناك أي دعم سريع ولا يقوم هناك ولا يوجد حتى إشكال الوصول وبالتالي هذه المسألة واضح جدا للأسف تم تسييس العمليات الإنسانية هناك حاجة للدعم هناك حاجة للدعم هناك مناطق كبيرة كثيرة جدا يمكن الوصول إليها الحكومة السودانية نفسها وقع الاتفاق المعلومة المتحدة بالاتفاق على ممرات من جنوب السودان ومن تشاد وفي بطارات دخل السودان وبالتالي لست هناك إشكالات في تقديري صحيح أن الدعم السريع هو الذي يبادر بهجمات هذه الهجمات تؤدي إلى نزوح أعداد كبيرة جدا من المواطن وبالتالي هذا أدى إلى مفاغمة هذه الأزمة ما نشهده هو أن ما أن يدخل الدعم السريع إلى بلدة أو مدينة إلا فر منها الناس وتحول إلى نازحين وبالتالي حديث يسنجه الواقع وليس مجرد حديث